عقبات جمة تعترض حكومة محمد توفيق علاوي التي يسعى لإخراجها إلى العلن عبر ذات الطريقة التي سار عليها سابقوه حكومة توافقية وهو المعنى المزوق لكلمة المحاصصة أصل الداء وأساس البلاء في العراق أكثر من شهرين ونصف مرت على استقالة حكومة عادل عبد المهدي وما زالت الأحزاب تخوض معركتها الضارية لاستحصال أكبر غنيمة ممكنة من الحكومة التي كلف رئيسها منذ عشرين يوما دون أن يجد جديد لقد تأخرنا عن الموعد كثيرا هذا ما يقوله عادل عبد المهدي الذي خرج من باب الحكومة الضيق ليعود إلى التنظير والتحليل متحدثا عن أزمة العملية السياسية وأزمة القوى والمؤسسات الدستورية النائب باسم خشان أكد أن حكومة علاوي تشكرت على أساس المحاصصة ولا تختلف آلية تسمية وزرائها عما جرى في الحكومات السابقة مبينا أن كتلا سياسية أصارت على ما تعتبره استحقاقاتها ولافتا إلى أن الأسماء الوزارية لا يعلم بها سوى عشرة من زعامات المشهد السياسي والحديث عن تخويل علاوي باختيار وزرائه لا صحة له على الإطلاق وبحسب مصادر مطالعة فإن علاوي طالب خلال اجتماعه مع شركائه السياسيين دعما غير مشروط وحذر من أن فشل الحكومة يعني فشل النظام السياسي بعد 2003 بالكامل اعتراف صريح من الرجل بأنه جزء من المنظومة التي أوصلت العراق إلى قاع الخراب وأن همه كحال باقي شركائه بقاء العملية السياسية ولو كلف ذلك دمار بلد وضياع شعب كل يريد حصته من حكومة الطوائف ما بين تهديدات بالمقاطعة وتحفظات على طريقة اختيارات علاوي الذي يريد توجيه دعوة جديدة لقادة الكتل السياسية لاجتماع آخر بعد فشل اجتماع أول غابت عنه كتل سياسية اتفقت على رفض تمرير حكومته لينسف بذلك ادعاءاته السابقة أنه سيرفض مرشحي الأحزاب مناورة أخرى فشلت في خداع ثوار تشرين الذين ما زالت هتافاتهم تجلجل الساحات رفضا له ولمن جاء به اشتركوا في القناة